عودة إلى الشأن المحلي حيث احتفلت المديرية العامة لقوات الدرك برعاية مديرها العام اللواء الركن حسين محمد الحواتم اليوم بتخريج دورة تأهيل المستجدين التي عقدت لدى مركز الدرك الأردني الإقليمي المتميز لتدريب حفظ النظام أمر مركز التدريب أكد بكلمة ألقاها خلال الحفل أن المديرية وتنفيذا لتوجيهات جلالة القائد العلى الملك عبد الله الثاني ماضية في تنفيذ استراتيجيتها التدريبية القائمة على إعداد القوى البشرية المؤهلة للعمل في ميادين الشرف والبطولة ضمن منظومة تدريبية علمية وعملية شاملة لكافة العلوم الأمنية والقانونية والمهارات الميدانية على أيدي نخبة متخصصة من المدربين في إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان وتم خلال الحفل استعراض طابور الخريجين بالمسيرين البطيئ والعادية من أمام المنصة وأقسم الخريجون على الإخلاص للوطن والملك والدستور والحفاظ على القوانين والأنظمة والقيام بالواجبات الموكلة إليهم بكل أمانة وتنفيذ الأوامر المشروعة بدون تحيز أو تمييز في نهاية الحفل الذي حضره كبار ضباط المديرية وجمع غفير من ذوي الخريجين وزع لواء الركن الحواتم الجوائز التقديرية على مستحقها